يا صباح الخير على كل مشاهدي شبكة انتين نايل لايف نهارك سعيد يوم سعيد على كل اللي بيتابعونا النهاردة 30 مارس 2012 والاحداث السياسية لسه سريعة جدا في الشارع المصري في انباء عن صحب الثقة بتم اليومين دول من قبل البرلمان صحب الثقة من حكومة الجنزوري في عدد كبير جدا من مرشحين للرئاسة بالتالي هتبقى يعني منافسة اكبر مما توقعنا في انباء كتيرة جدا هنحاول النهاردة ان احنا نتابعها مع بعض فكرة الصحافة صباح الخير يا ميو صباح الخير لكل مشاهدينا النهاردة هيكون معنا فقرات كتيرة جدا اول فكرة هنبدأ زي ما يقالت بفكرة الصحافة وكمان هيكون معنا فقرة مهمة لكل الناس طبعا احنا فترة الربيع بتزيد امراض الحساسية وامراض الصدر وبتبقى يعني عند الاطفال بتبقى زيادة شوية والبرد الايام دي فعلا الحساسية بتطول فعلا معنا هيكون معنا استاذ دكتور جمال ربيع استاذ امراض الصدر بكلية طب الاطفال وهنتكلم على الحساسية والالتهاب الرئوي للاطفال في كمان فقرة عن الفن التشكيلي فن تشكيلي عموما مش مفهوم قوي للناس يعني بيبقى صعب عليهم كده ان هما يفهموا لوحات ويفهموا يعني انت فنون جميلة بقى تقدرين شو راي اكتر مني الموضوع ده يعني هو الفنين بيبقى يعني هو بيبقى اكتر واحد فعلا فاهم الحاجة اللي بيعملها بس يعني وفيه فن فعلا في التشكيلي مجنون فن فن جنون مجنون شوية بيحاولي عبر عن افكار كتير يعني بطريقة مش واضحة قوي ايوه في بقى مزج النهاردة هنشوف مزج ما بين الفن التشكيلي وفن الابرا اللي هو فن برضو مش مفهوم للاغلبية لكن معنا فنان حاول يمزج بين الاتنين حاول يطلع منهم شيء رائع اعتقد هو استاذ محمد نصر برتش هو معرض الابرا وسطح الرخام هيكون معنا فكرة خاصة النهاردة وهيكون معنا كمان النهاردة زي الجمعة اللي فاتت دكتور واقل البنة خاصاء النساء والتوليد بالهيئة العامة للمستشفات التعليمية والباحث بجامعة كينجرز جو كوليج بانجلترا في طب الجنين وهنكمل كلامنا يعني بتاع المرة اللي فاتت في فكرة عن مهرجان الجنوب الاول للشعر العربي هيكون معنا في شعرتين الشعارة التونسية رادية الشهيبي وشعارة التونسية ايضا دكتورة امنة الرميلي وعندنا كمان تقرير خاص عن معرض الجنوب الاول للشعر العربي تاعي بدلوقتي تعالوا هنشوف اغنية بعدين نبدأ فقراتنا نبدأ فقراتنا فكرة الصحة ترجمة نانسي قنقر